السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودلوقتي في مشكلة كبيرة قوي بتواجه معظم مستخدمين الواتساب على الاجهزة القديمة او حتى كمان على الواتساب او طبيق الاصدار القديم فتعلو بيك نشوف مع بعض بيقول لي هنا تحتاج الى طبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب ان استخدام طبيق اخر غير الواتساب الرسمي يعرضك الى مخاطر تتعلق بالخصوصية والامان استخدم واتساب للتسجيل او تسجيل الدخول مرة اخرى يعني دي المشكلة ممكن تواجهك انت او تواجه غيرك ودلوقتي مع بعض نحل المشكلة دي ان شاء الله بالتفصيل يلا بينا كده نبدأ الفيديو لكن ما تنساش الاول تتعامني بلايك وسبسكراب للقناة ويلا بينا خلينا الاول كده متفاقين ان احنا لما نيجي نروح عندنا على طبيق الواتساب زي ما انت شايف كده كل علي بس بضغط ضغطة طويلة وبعد كده بقول له هنا إلغاء تسبيت ومن هنا بتضعط على تحت هنا على حاجة اسمها الاحتفاظ ببيانات الطبيق نرجع كده تاني إلغاء تسبيت وطوله هنا الاحتفاظ ببيانات الطبيق علشان لو فيه اي رسيل او محادثات او فيديوهات او اي حاجة ما بيعتلك على الواتساب مهمة تفضل محفوظة على الجهاز عندك بعد كده تغطي عندك على كلمة إلغاء تسبيت ومن هنا بيتم إلغاء تسبيت التطبيق بشكل فعلي بعد كده بقى بتروح عندك على متجر جوجل بلاي زي ما انت شايف قدامك كده بتروح عندك على جوجل بلاي وبعد كده بتروح عندك على حساب البروفايل بتاعك انت ضغطة واحدة كده شوية وبتنزل تحت عندك على حاجة اسمها حماية بلاي زي ما انت شايف قده او بلاي للحماية حاجة زي كده اضغط عليها ضغطة وبعد كده بقى بتنزل عندك على وبتروح عندك على علامة الترس اللي موجودة فوق دي او الاعدادات اضغط عليها كمان ضغطة من هنا بقولك فحص الطبيقات باستخدام بلاي للحماية اعمل اقاف للخاصية دي وقوله هنا اقاف ممكن يطلب منك الرقم السري الخاص بالتليفون بتاعك او البصمة انا هحط البصمة بتاعدي خلاص كده يبقى احنا قفلنا الخاصية دي كل عليك بقى بترجع تاني يعمل رجوع كده تاني وبتروح عندك بتنزل تطبيق الواتساب عادي جدا تروح عندنا على السرش هنا وبتقوله تنزيل الواتساب وتقوله تثبيت خلي بالك ان المشكلة اللي بتواجهك دي بسبب الرسالة اللي ظهرت لك على الواتساب المشكلة دي سببها ان يكون الاصدار جهاز قديم او جهازك نوع اندرويد او حتى كمان اصدار الطبيق مش محدس او حضرتك بتستخدم الطبيقات اللي كلها كانت زي طبيق عمر وامو عمر تقريبا الطبيقات اللي هي لون الطبيق اللاخدر والاحمر والاصفر كل ده في الفاضي وكل ده ممكن يسبب لك مشاكل في الجهاز بتاعك انت طيب ديراتي هنا نسبتنا الطبيق اللي هو الاصلي بتاعنا خلي بالك انت كتسبب الطبيق الاصلي ما تسبتش اي طبيق تاني دلوقتي اضغط عندك على كلمة فتح وعلى طوله بشكل تلقائي هيتم فتح الطبيق بتاعك زي ما انت شايف كده والرسائل هتظهرت معك مش محتاج انك تسجل دخول مش محتاج انك تكتب رقم تليفونك مش محتاج انك تسجل بحساب جوجل لكن اللي اهم من ده كله ان الرسائل هتلاقيها رجع التاني اللي كانت محفوظة عندك على الجهاز او محفوظة عندك على الجوجل بلاي طيب دلوقتي احنا حلنا المشكلة دي والنفترض ان المشكلة دي متحلتش معك بتروح عندك على جوجل بلاي وبعد كده بتكتب هنا هنا التواصل مع الواتساب نشوف كده مع بعض التواصل مع واتساب وتروح عندنا نضغط عندنا على اول حاجة اللي هي التواصل بواتساب تمام وبعد كده بتروح عندك على حاجة اسمها هنا فريق دعم الواتساب مسنجر وهنا بقى بتبدأ تملى البيانات بتاعتك دي هنا يبقلك رجع اكتخال رقم الهاتف طبعا بتستخدم على حاجة ساب كود الدولة بتاعتك اضغط عندك على علامة دي كده وهكتب مثلا هنا مصر على سبيل المثال بتختار الدولة بتاعتك طبعا لو جينا ندور مثلا هنا على مصر ندور عليها طبعا مشكلة هنا في الخط هنا مصر طبعا انت لو في السعودية بتختار المملكة العربية السعودية لو انت في الامارات بتختار عنتك الامارات طبعا هى بدور على مصر بعد ما تيجي تكتب رقم التليفون روح عندك على البريد Andreكتروني وبعدها كدتكب تأكد بريد الإلكتروني سنرى انت هتستخدم الواتساب، الهو الدراقيج الآن أو الأيفون، واستخدمها على الكمبيوتر وبعدها بتكتب الرسالة اكتب الرسالة بقى بمجهودك انت اقول له مثلا ان انا كتعل كندة التبقيق الواتساب الرسمي ويظهر لي مشكلة من خاصة ب besoin مشكلة تسجيل دخول الحساب على الواتساب الرسمي طبعا وشكرا. فريد دعم الواتساب اكتب الرسالة لن كذلك لا تكتب رسالة معينة حد يروح يكتب لك الرسالة هي ده الرسالة اللي هيوافق بيها شركة الواتساب كل ده انت بتعامل مع روبوت أو بتعامل مع كمبيوتر هو على طول ما بيجي وصلوا الرسالة فبيبدأ يحلل الكلام ده كله ومع الوقت بيقدر يفتح لك الحساب بتاعك اضغط عندك على كلمة الخطوة التالية بعدك ابتغط عندك على كلمة إرسال وبتنتظر 24 ساعة لحد ما يتم فتح الحساب أو بيتم حل المشكلة بتاعتك وكده رسوح انتهى أتمنى يكون اشترح عجبك ياريب ما تنساش دعمني بلايك وسبسكراب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة ودمتم بخير ومع السلامة